الحقيقة دينا الحنيف علمنا الاقتداء بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام صفاته، أخلاقه، تصرفاته ومحبة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال الله في كتابه الكريم وإنك لعلى خلق عظيم إذن لابد أن نقتدي بهذه الأخلاق العظيم هنتكلم عن محبة الرسول كتير الحقيقة وإذا نقرب أكتر ونلتزم بالأخلاق من خلال القرآن ومن خلال السنة الشريفة منورني ضيفي العزيزة علينا جدا الحقيقة الدكتور السيد نجم والدعية الإسلامي وأستاذ تفسير في علوم القرآن دكتور منورنا ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وصبحكم الله برضوانه ويسر لكم طريقة جنانه وبشركم بعفوه وغفران آمين يا رب العالم إذن كما ذكرنا في البداية نتحدث عن أهمية الأخلاق في القرآن والسنة الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد الحقيقة نحن لو جئنا نظرنا إلى الأخلاق أو نظرنا إلى الدين عموما نجد الدين بعض الناس يغتزل في صلاة صوم حج زكاة فقط لكن مفهوم الدين أوسع من ذلك بكثير قصن الظن بالله عبادة الأخلاق عبادة ولذلك قالوا الدين ينقسم إلى ثلاثة أقسام عقيدة تتمثل في أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كلمة لا إله إلا الله بمفردها يعني كلمة عظيمة لا يضاهيها كلمة في الدنيا كلها ولذلك يعني سيد النبي عليه الصلاة والسلام الأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يناجي ربه ويقول يا رب علمني كلمة أدعوك بها فيقول له يا موسى قل لا إله إلا الله فقال يا رب كل الناس يقول لا إله إلا الله كأنه تعجب يا رب كل الناس يقول لا إله إلا الله فقال له رب العزة تبارك وتعالى يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع كانوا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله فالدين عبارة عن عقيدة ثم شريعة شريعة اللي تتمثل فيها الصلاة الزكاة الحج الصوم ثم بعد ذلك الشق الثالث الأخلاق والأخلاق تدخل في هذه النواحي كلها تدخل في أيضا في العبادات والمعاملات المقصود بلفز الالتزام يدخل تحت بند الأخلاق نعم التزام بما أمر الله وبما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يقمة الأخلاق يا ليتنا نلتزم كما حضاك بتقول يا ريتنا نحن نلتزم بما قاله ربنا وبما قال له نبينا عليه الصلاة والسلام لأن الله تبارك وتعالى ما أمر إلا بكل خير والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام ما أمرنا إلا بكل خير وما نهانا إلا عن كل شر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إذن عودا إلى الأخلاق نجد القرآن الكريم كله مليء بالأخلاق آيات كثيرة جدا تدعو إلى الأخلاق وقولوا للناس حسنا وصف الله تبارك وتعالى عباد الرحمن فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونى متوضعين على الأرض هونى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها سات مستقرة ومقامة بعد ذلك هو الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون يعني شوف حضاك كل هذه آيات الأخلاق والتصرفات أخلاق والتصرفات ولذلك حتى إحنا لو جينا نظرنا إلى بدايات سورة المؤمنون بنجد الأخلاق يعني منبثقة وموضوعة في العبادات يعني دابي كمل ده قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون أدى صفة الإيمان ما ألش المسلمون لا المؤمنون طب من هم يا رب المؤمنون قال الذين هم في صلاتهم خاشعون أدى عبادة الذين هم في صلاتهم خاشعون وبعدين والذين هم عن اللغو معرضون أدى أخلاق والذين هم للزكاة فاعلون أدى عبادة يعني توصل حضرتك أي عبادة وأي أخلاق أي عبادة وأي أخلاق كأن الله تبارك وتعالى يقول لنا بأن الأخلاق هي العبادة والعبادة هي الأخلاق هذه آيات في القرآن الكريم كلها تدعو إلى الأخلاق ولذلك الآية الجامعة للأخلاق كلها كما جاء في سورة الأعراف الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام قلوه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قالوا بأن هذه الآية هي جامعة للأخلاق فنبينا عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا جبريل يا جبريل ما هذا؟ إيه الآية معنا؟ فهمها إيه؟ فقال حتى أسأل ربي فسأل رب العزة تبارك وتعالى ثم نزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول له إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تصل من قطعك وأن تعفو عن من ظلمك وأن تعطي من حرمك هذه هي الأخلاق هذه الأخلاق في القرآن الكريم نجد النبي عليه الصلاة والسلام تمم هذا المعنى وأكد عليه ووثقه بأقوال وأفعال ورب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على ذلك نجد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول إن من أحبكم إلي يعني أنت عايز تكون حبيب للنبي عليه الصلاة والسلام عايز تكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الله تبارك وتعالى بإذن الله إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة من يا رسول قال أحاسنكم أخلاقة يعني أنت عايز تكون جنب النبي عليه الصلاة والسلام عايز تقول حسن الخلق حتى في التعاملات الدين المعاملة يعني كيف تتعامل هذا أيضا من الأخلاق نعم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم أنت من غير تعب من غير حاجة لو أنت حسن الخلق لك عند الله تبارك وتعالى منزلة عظيمة جدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لحسن الأخلاق ضمن له الجنة قال أنا زعيم ببيت زعيم يعني ضامن تخيل النفس والسلام هو اللي ضمن لك الموضادة ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة يعني في أدنى الجنة لمن ترك المراءة وإن كان محقا وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن؟ لمن حسن خلقه تأتي السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال غريب قد ممكن ييجب زهن أي حد فينا في يوم الأيام فهيقول له يا رسول الله يعني المرأة يكون لها زوجان في الدنيا أو ممكن تنفصل عن الزوج الأول وتتزوج بآخر فقالت له يا رسول الله لمن تكون لأيهما تكون في الجنة لو قدر أنها دخلت في الجنة يا رسول الله لأيهما تكون أنا سمعت السؤال دك هذا مرة فالتقائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه لأحسنهما خلقا لأحسنهما خلقا إلا حسن الخلق أكتر تكون هي له ومن جزائها أن ترتبط بهذا في الجنة لهذا الحسن الخلق هذا تعتبر مكافأة طبعا وفي أكتر من حسن الخلق لا فيش أكتر من حسن الخلق تزوج رجل حسن الخلق فلا أحاديث حسن الخلق كثيرة جدا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من أفضل الناس أفضل واحد في الدنيا يعني لم يقل الذي يصلي وحفظ على الصلاة ولا الذي يزكي قال كل مخموم القلب صدوق اللسان دخل كلمة مخموم القلب دي إيه؟ كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب هذا؟ ده أفضل الناس عند الله تبارك وتعالى قال هو التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حسد ده قلبه الضيف دكتور سيد أعتقد أن كلمة الأخلاق بتجوب ما بعدها بمعنى أن بالتأكيد إذا التزم الفرد وأحسن الخلق فأعتقد بعد جدا ستكون الأخطاء محدود صحيح ده من أعلى الناس إيمانا هو حسن الخلق النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان هو الخلق الإيمان هو الخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين خلاص هي معيار لا تجد الإيمان ينفك أبدا عن الخلق إذا نقترب أكثر من العبادات وأصر العبادات في تهزيب الفرد والمجتمع نحن نتعبد نقترب من الله سبحانه وتعالى في العبادات كما ذكرت حضرتك سواء في الالتزام بالصلاة والصوم والزكاة والآخر ولكن أصارها في تهزيب الفرد والمجتمع صحيح كلام يوجه إلى السادة المشاهدين الآن بعض الناس يظن أن العبادة هي صلاة أننا أروح أصلي أقوم وأركع وأسجد وخلاص لا يعني الصلاة لا تنفك عن الأخلاق كما قلنا وفي بداية سورة المؤمنون يعني النبي عليه الصلاة والسلام سيد عائشة لما سئلت عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فقالت للسائل إيه أتقرأ بداية سورة المؤمنون قال نعم قالت اقرأ اقرأ بداية سورة المؤمنون فالرجل قرأ بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أيها هي أخلاق النبي لا يصريح هذا الأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام واحد واثنين وثلاثة واربعة نعم ولذلك نقول بقى إياك أن تنفك الأخلاق عن العبادات وهنا معلش ناسك يعني مش عايز أقطع كلام حضرتك ولكن من لم تناهو صلاته عن الفحشاء والمنكة نعم فلا صلاتة له صلاتة له يعني أنت قاعد نازل طالع تتوجه إلى المسجد وتلتزم والآخر ولكن أتت التصرفات عكس العبادات صحيح نحن عندنا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تذكر من كثرة صيامها وقيامها يعني تخيل أنها تصوم كتير وبيتصل كتير غير أنها تؤذي جيرانها فقال للنبي عليه الصلاة والسلام قالها هي في النار لا الموضوع ليس موضوع صلاة وصيام هذا الموضوع إزاي أثر الصلاة والصيام على الأخلاق والمعاملات وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قليلة الصيام قليلة الصلاة يعني ربما تصلي الفرد فقط غير أنها لا تؤذي جيرانها قالها هي في الجنة خلاص لا المعاملات نحن عايزين ورب الله سبحانه وتعالى قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يلي أنت بتصلي وبتخرج بره في الشارع بتغش وبتسب وبتقبل الرشوة وراجع صلاتك لأن صلاتك فيها إذن هي لم تنهى لم تنهى من الصلاة تنهى يعني ألاسف يبقى كده ملهاش لازم نعم ولذلك ده احنا بنقول كمان أكتر من كده لا يلي أنت بتجد في قلبك ميل إلى الشهوات وقلبك دايما يعني بينغز عليك في قضية الشهوات راجع الصلاة بتاعتك ليه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات معنى كلمة أضاعوا الصلاة قد يكونوا بيقيموا الصلاة ولكن المقصود هي معناها نعم ولذلك ده سيدنا عبدالله بن عباس وقف هنا وقال ليس معنى أضعوها أي أضعوها كليتا وإنما أضعوها أي أخروها عن وقتها كمان أخروها عن وقتها فخلفا بعدين خلفوا أضاعوا الصلاة ولما أضاعوا الصلاة القلب تملأ بالشهوات فخلفا بعدين خلفوا أضاعوا الصلاة تبعوا الشهوات صحيح فانت راجع الصلاة هذا من ناحية الصلاة نأتي إلى الزكاة لما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالزكاة ما أمرناش أن أنت تخرج فلوس خلاص للفقراء لا ده ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها تطهيرهم لما نيجي نقف عند كلمة تطهيرهم يا ترى تطهير من؟ تطهيرهم هم ديمين تطهير أصحاب المال؟ لا ده تطهير أصحاب المال بأنك أنت بتزكي مالك وبتخرج حق الله تبارك وتعالى فيه فبالتالي أنت بتطهر المال وبتطهر نفسك وبتطهر أولادك وبيتك وبتطهر الفقير أنه لا ينظر إلى الغنية نظرة فيها حقد أو حسد أو إن ربنا أعطاكم أدنيش لا ده كمان بتطهر قلب الفقير والله لما بتديله ينظر لك يقول لك إيه الله يبريك لك في صحتك وفي أولادك وفي رزقك هي دي الدعوة اللي احنا مستنين بالصبت فيبقى قلبه خلاص لا ده بيدعي لك أن ربنا يزودك لأن لو زودك فأنت بالتالي هيعود عليها برد وتطهرهم تطهر المجتمع يعني ايه تطهر المجتمع؟ لا ده إحنا يبقى خلاص عندنا كده مجتمع متماسك غني يعطف على فقير وفقير يدعو للغني وهكذا عظيم كنت أسأل حضرتك في مجمل أسئلتي عن أخلاق الرسول ونمازج من أخلاق الرسول ولكن حضرتك تحدثت عنها في سياق الكلام عشان وقتنا دعني أقترب أكثر من الحقوق الواجبة علينا تجاه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام نعم صلى الله عليه وعلى آله وأصحاب أول حق للنبي عليه الصلاة والسلام هو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع النبي عليه الصلاة والسلام الله تبارك تعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فأول حق للنبي عليه الصلاة والسلام إنه طاعة النبي عليه الصلاة والسلام يعني إحنا بنتخيل دايما كده ونضرب مثل يعني لو واحد قال لك والله لقيت لوحة كده موجودة وما أكتب عليها إيه خلاص ما تتعداش اللوحة دي لإن بعد كده في حق لألغام فأنت خلاص بتقوله شكراً وتشكرين وتلتزم وتلتزم فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا حاسب حاسب أنت بلاش تقترب الحاجات دي عشان إيه هتوديك لنقطة تانية مش عايزك لكن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في الحديث يعني إني آخذ بحجوزكم عن النار وأنتم تتفلتون مني ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا بشارة جميلة جداً كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة إلا من أبى فالرسول الله ومن يأبى من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقط أبى بسرعة عشان وقتنا أيام ونحتفل بي المولد الشريف مولد رسولنا الكريم في عجالة أداب الاحتفال يعني السؤال ده من وجهة نظري كان مهم جداً وكل واحد بيحتفل صحيح حدك شايف طريقة معينة طريقة معينة ولكن هناك أداب للاحتفال بالتأكيد صحيح لا quick لا في حزان احتفال النبي صلى الله عليه وسلم ونحتاج ليس يعني احتفال النبي صلى الله عليه وسلم يكون مجرد شعارات تردد لا أنا أقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أتخلق بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. أعرف إزاي أحب النبي عليه الصلاة والسلام. وأحياء السنة الشريفة؟ التزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحياء سنته. وأتخلق بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. أولو الله أتخلق بأخلاق النبي بقى في بيتي. يعني ما بين الزوج والزوجة برضو تعامل الزوجة بما يرضي الله. والزوجة هذه من سنن الرسول. طبعا. لأن أنا كنت أجلس الحقيقة دكتور سيد مع شخص وقال لي أنا ألتزم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في سنن الصلاة. فالناس كانت تعتقد أو منهم أن يعتقد أن السنة هي سنة الرسول في أداء السنة أثناء الصلاة ما قبل وما بعد. فاختلفت معي وحقيقة. نحن نتحدث سنن الرسول كثيرا. لا لا. ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمور حياتنا. هي مقصورة على الصلاة فقط. لا ده في جميع شؤون الحياة. وخصوصا في المعاملات. إزاي أننا عامل الأدامي بود واحترام ورفق. أنا بشكر حقيقة وقتنا خلص. وساعدت بهذا اللقاء. ولكن في النهاية وبسرعة دعاء ونحن نأمن نرأك. نسأل الله في هذا اليوم العظيم أن لا يدع لنا ذنبا إلا غفره. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. ولا عيبا إلا سترته. ولا مريضا إلا شفيته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين. اللهم اجعل مصر في ضمانك وكنفك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وكنفك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إننا استودعك مصر أهلها ورجالها ونساءها وشيوخها وأطفالها وحدودها وأمنها وجميع ما فيها. فاحفظها بحفظك يا خير الحافظين. اللهم أصلح أحوالنا. حببنا في بعضنا. انزع الحفظ والغل والشحناء والبغضاء من قلوبنا. ألف بين قلوبنا. لا يؤلف بينها إلا أنت يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين آمين يا رب العالمين الحياة الدكتور السيد نجم الدعية الإسلامي وأستاذ التفسير وعلوم القرآن بشكر حضرتك شكرا جزيلا وبالتأكيد لنا لقاءات ولقاءات متعددة ننعم فيها بالحديث عن السيرة العطرة شكرا جزيلا شكرا جزيلا مشاهدين بالتأكيد لسا مكملين فقراتنا هنبلكم بسرعة ولكن بعد فاصل قصير شكرا جزيلا